بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه زيكم حباب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا كلكم بخير النهاردة فيديو جديد هعمل معاكم العيش او الخبز الحليب زي ما احنا شايفين كده لونه جميل جدا زي ما احنا شايفين اهو بطريقة سهلة وبسيطة خالص هعمله يعني المكونات يعني موجودة في كل بيت مش مكلفة ابدا وطعمه حلو جدا هو نفس عجينة الفينو هتشوفه معايا بس ده بيتفرت كده في الصينية وبتقطعيه بقى زي ما انتم شايفين كده انا مقطع واحد اهي مقطع واحد اهي زي ما احنا شايفين كده اهي شايفين هش جدا من جوه شايفين من جوه هش جدا عجينة قطنية هنشوف احنا عملناها ازاي بطريقة سهلة وبسيطة لو عوزيني الارتفاع ده بقى اعلى من كده بنكبر بس العجينة وبنحطها في صوان لكلها ارتفاع هتبقى معاك برضو عالية وتبقى حلوة جدا بس هو انا بحب يعني الارتفاع ده يلا بينا نشوف عملنا الواصفة دي ازاي يلا بينا ندخل على الفيديو بسم الله زي ما احنا شايفين قدامنا كده عندنا مكونات سهلة وبسيطة خالص زي ما احنا شايفين معانا اربع كبيات كده من الدقيق الأربع كبات من الدقيق دول حوالي بيعملوا نص كيلو دقيق وعندي كده كباية ونص من اللبن ادي كوباية ونص كباية او حوالي كبايتين من اللبن يعني او الحليب على حسب ما اي مع العجينة هتاخد مننا بس يعني نكون مجهزين معانا كباية ونص مش اقل من كباية ونص من الخليب و معي معلقة من السكر و معي كيس من الخميرة و كمان كسين من الفانيليا يعني العجينة سهلة وبسيطة خالص يعني دي العجينة اللي تبقى هشة جدا احنا عملناها مع بعض اكتر من مرة وبنعملها تاني في خبز الحليب جميل جدا بتقدروا تكلوه بقى بجبنة باي حاجة هو نفس عجينة تلفينه نفس العجينة بس ده بتفرد في قلب بصنية و بيدخل الفرن بيكون قطعة واحدة انت بقى تقدر تقطعي بعد كده زي ما انت عاوزة زي ما احنا شايفين كده معي اربع كبايات من الدقيق هنزل عليهم بزره كده من الملح بزره بس كده من الملح هنزل عليها كده بالخميرة بص يا جماعة الجو حر فممكن ايه ما يعني تستغل ان انتو تضيفوا بالكيس كله ممكن نضيف ايه يعني نص الكيس لان انتدوى حر زي ما احنا شايفين وهننزل كده ايه بحقالي كده علقتين للحليب ندوب بس بيهم كده الخميرة والسكر هو نوع الخميرة ده على فكرة كويس بس الطريقة دي كده زي ما انا قلت قبل كده بتنشط الخميرة هنبدأ لعمل ايدي الوقتي ننزل كده بالفانيليا هنبدأ اقلب بقى كده العجينة دي بتكون عجينة لينة بتكونش عجينة يعني متماسكة قوي هنشوف دلوقتي هنزل بقى عليها كده باللبا هنزل بقى زي ما احنا شايفين كده يا جماعة عايزها عاجينة لينة ما تكونش عاجينة لينة المتمسكة عشان تبقى هاشة معاك لازم ان تكون كده شايفين اها هنزل بقى كده اربع معالق زيت عليهم معلقتين من الزبدة تقدر تعمليها بزيت بس انا عملتها اربع معالق من الزيت عليهم معلقتين من الزبدة هبدأ بقى عجينة برضو لحد ما تكون ايه عجينة كده متماسكة وفي نفس الوقت لينة شايفين العجينة لينة معايا خالص اها هبدأ بقى عجينة وورد عليكو تاني هغطي العجينة زي ما احنا شايفين كده يا جماعة واسبها هتخمر يعني هاسبها نص ساعة بس عشان الجو حر فمش تاخد اكتر من نص ساعة وبعد ما هافرتها في الصينية هتاخد برضو حوالي نص ساعة يعني العجينة دي هتخمر مرتين وارجعلكو تاني زي ما احنا شايفين كده حباب قلبي انا مكملتش نص ساعة زي ما احنا شايفين الجو حر زي ما احنا شايفين كده قدامنا العجينة اختمرت زي ما احنا شايفين كده والله بص ما كملتش ربع ساعة بالزبط كانت بالشكل اللي احنا شايفينه ده والعجينة بص طالع عشان لينة طالع مش في اي حاجة في الكيسة اللي غطيتها بيها هبدأ بقى دلوقتي كده زي ما قلت العجينة دي هتتخمر مرتين مرة هي متخمرت ومرة في الصينية هقطحها كده ايه على ثنين وزي ما احنا شايفين كده حباب قلبي انا عملت كورتين كورتين اهم واحدة كده صغيرة نقدر نعمل في الصينية اللي هي بتاعة البيتزا لو عاوزين يعني الحجم بتاعها ميبقاش كبير او يبقى الارتفاع زي ارتفاع كده الصينية هنعمل واحدة صغيرة وهنعمل واحدة كبيرة في الصينية دي هيبقى الارتفاع عالي طبعا عالي كده زي الكيكة فهنشوف مع بعض هنعمل ايه دلوقتي عندنا معلقتين كده من الحليب هنزل عليهم بالنقطتين من القهوة يعني الحملة بسيطة خالص طبعا تقدري تضيفي صفار بيضة بس انا مش بحب قدم بصفار البيت انا مش بحب شرحته بس تقدري انتي لو انتي بتحب ايه تقدري تضيفيه عادي بش اي مشكلة انا هقلبها كده مع بعض كويس قوي نلكنهم على جانب ونبدأ بقى نفرت كده اول واحدة نجاح زي ما احنا شايفين كلا حبيب قلبي انا فردتهم في صميتين البيتزا احسن لاني لقيت ان الحجم هيبقى في الصينية اللي هي الالمونيا في الصينية دي هيبقى الحجم مش كبير لقيت العجينة هتبقى رفيع قوي فيها وهتنشف فانا فضلت ان انا اعملهم كده بصواني البيتزا زي ما احنا شايفين كدامنا كده وببدأ بقى اعمل كده بادي كده منظر كده بيخلي ايه الشكل حب وهسيبها تخمر نص ساعة زي ما احنا شايفين كده هسيبها تخمر نص ساعة وبعد كده هدهن عليها اللي هدهنها باللبن و حاجة بسيطة خلص من القهوة او باللبن و صفار بيضة بدهنها و بدخلها الفرن و هرش على وشها شوية من حبة البركة او السمسن اللي موجود عندك انا هرش حبة البركة هسيبها تخمر حوالي ربع ساعة وارجع لكم تاني هوريها لكم قبل ما تدخل الفرن زي ما احنا شايفين كده حباب قلبي انا سلت العجينة خمرت كمان حوالي عشر دقايق بس لان الجو حر زي ما احنا شايفين وانزلت عليها كده بشوية من حبة البركة او السمسم اللي موجود عندك انا عندي حبة البركة فشكلها حلو جدا زي ما احنا شايفين كده و لسه هتدخل الفرن برضه هترتفع معا زي ما احنا شايفين كده برضه هنزل على السمية التانية العيش ده طعم محلو جدا يا جماعة نفس طعم الفين وبالزبط هي نفس العجينة عجينة عجينة هاشة و جميلة جدا انا هدخلها بقى الفرن و لما طلع من الفرن هوريها لكم زي ما احنا شايفين كده حبيب قلبي انا قطعتها قطعتها بالشكل ده شايفين بقى شايفين التراور لجواها شايفين هاشة جدا لو انتو عاوزين طبعا السمك بتاع العيش يبقى اكتر من كده يبقى عالي كده تقدروا مسلا تكبروا العجينة وتحطها في صنية ايه يكون لها ارتفاع مش ثواني بيتزا بس انا حابة الارتفاع يكون كده تمام زي ما احنا شايفين كده هاشة جدا يارب فيديو النهاردة يكون عجبكم لو عجبكم بقى متنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلوكم مني كل جديد واشوفكم على خير مع السلامة اشتركوا في القناة عشان اشتركوا في القناة عشان